اشتركوا في القناة المسع على الجبيرة والمسع على العمام انتبه معي عندنا هذه اشياء نأخذها الان هنا مسع على الخفين ما يغطى به القدم سواء كانت جوارب او اكرمكم الله هذه الجزمة مثلا او البوتة والخفين وكذا والمسع على الجبيرة وهذا من باب الفعل تسمى جبيرة وهي في الحقيقة كسيرة من باب الفعل والمسع على العمام مفهوم طيب يأتينا هل هذه عمامة ام لا المسع الخفين له شروط الشرط الاول ان تكون طاهرة والاصل الطهار ان تكون طاهرة وان يمسح في المدة ولا يزيد عن المدة يوم وليلة للمقيم 24 ساعة وثلاثة ايام بلياليها للمسافر 72 ساعة تكون طاهرة وان يمسح يكون في المدة وان يكون المسح في الحدث الاصغر ولا يوجد مسح في الحدث الاكبر وان تكون ساترة لغالب القدم الان عندنا جوارب تستر الرجل دون الكعبين قصيرة يعني بعض الشباب يلبس هل هي صح المسع عليه نعم لانه ساترة لغالب القدم خفيفة يصح المسح عليها ولا اشكر مخرقة يصح المسح عليها تجد بعض الشباب يعني الجوارب فيه يعني قطع يظهر شيء من اصابع مثلا لا يضب لانه ساتر لغالب القدم مفهوم طاهرة وفي المدة وساتر الغالب القدم ان ينزعها في الحدث الاكبر ويكون المسح في الحدث الاصفر طيب هذا ما يتعلق ان يلبسهم على طهارة فتح الله عليك الشرط الخامس ما معنى ان يلبسهم على طهارة يعني عندما لبس الجواربين كان متوضع يعني سبق هذا المسح هذا اللبس غسلت رجلين بالماء هذه شرط خمسة طيب بعد هذا المسح على الجبيرة المسح على الجبيرة يكون في الحدث الاكبر والاصفر كسر قدر الله عليه كسر وجاء إلى الطبيب وضع الجبيرة وهو محدث حدث اكبر واصفر لا اشكال اذا الفرق بين المسح على الخفين والمسح الجبيرة ان المسح الجبيرة في الحدث الاكبر والاصفر المسح الخفين في الاصفر المسح على الجبيرة له مدة والمسح الخفين قلنا يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بالليلة المسافر المسح على الجبيرة مدة الضرورة لو قال له الطبيب اذهب وانزع الجبيرة ذهب توضى ومسح عليها وضوءه باطل وأن لا تتجاوز بقدار الحاجة قال له الطبيب تضع الجبيرة مقدار عشرين سنتيمتر ذهب ووضع له الجبيرة خمسة وعشرين سنتيمتر فهذا الزائد ما يسح المسح عليه اللي تتجاوز مقدار الضرورة والحاجة طيب اما المسح على العمامة يذكر الشيخ بن عزيمين رحمه الله تعالى ان المسح على العمامة يكون عن العمامة التي كانت معروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم محنكة وغير محنكة المحنكة التي يعني يكون منها طرف يأتي يعني ويوضع يعني هكذا حول العنو يقول الشيخ بن عزيمين رحمه الله تعالى فالعمامة التي كانت معروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي تلو امسح عليها اما هذه ليست بعمامة خلاص طاقية لا ما يمسح عليها اشتركوا في القناة